أولاً هجاوب على الجزء الأخير الخيانة لما بتتم ما بين اتنين تعهده على الحق والخير والصلاح والعفاف والمودة والرحمة أي خيانة في حق الله أنا ثالث شريكين ما لم يخون يكفي في الخيانة إن الله لا يحب ترسل إن الله لا يحب الخائنين فلما بقول إن الله لا يحب الخائنين ده حد كده يوقفك نقطة تانية هي الخيانة في حق الزوج أو في حق الزوجة ولا الخيانة في حق الله عز وجل ده هو خان ربنا خاني الأمانة خاني الكلمة أخدها بكتاب الله وعلى سنة رسوله وهي نفس الكلام مثق غليص بينكم فهي الأمر مع ربنا سبحانه وتعالى طلع شوية هاشتاجات كده وطلع شوية يعني هبل الناس بتتكلم وتقول لك إيه لا أصل هو طالما جاء ويعتذر لا هو يعتذر لك أنت ولا هو يعتذر لك لله عز وجل في الأول فالتوبة له الله سبحانه وتعالى لفعل محرم الفعل الوحيد اللي الله عز وجل قال عليه لا تقرب لا تقلشات ولا كلام ولا اختلاط حتى ضوابة الاختلاط المحتوطة سواء للمرأة أو خروجها أو تعاملها إحنا كنا فاكرة قلنا حلقة الاختلاط قلنا فيها ست ضوابة لخروج المرأة اللي عام إحنا ما بنيجي نتكلم حتى مجرد الحاجة اللي هتفتح رد السلام يعني لو امرأة تلقي السلام على معشر من الرجال فيها قوي يعني شوفي المدخل اللي ممكن يفتح باب من أبواب إن ده فعلي لا يرضى الله عز وجل أو يخوض إنه يبقى خطوط للشيطان بيتمنع فالخيانة إمتى تبقى خيانة وإمتى أقول هي الخيانة إيه يقولك أما يكلم واحدة أو إليها ما تكلم واحدة استغفر الله أو أو لو هنا هي مثلا يقولك إن الخيانة مثلا إيه ده بس الشات لا ده استغفر الله الفعلة الكبيرة المحرمة أو المقابلات والتلامس كل الكلام ده طبعنا ده أنا عايزة أقول إن الكلمة لو أنا أعدى مع أستاذة مونة دلوقتي وبنتكلم في حديث والتفت كده عملت بس كده خلاص هنا بقى فيه أمانة المجلس اللي التفت دي ذات نفسية أنا بره وفي حل ولست قصدي في حل إن أنا طلع حاجة من أمانة الحديث اللي كانت موجودة خائنة الأعين خائنة الأعين إزاي وما تخف الصدور خائنة الأعين مجرد بس العين اللي بتبص واللي بتعمل واللي بتعمل مطلق بصر ويمينا ويسارا وشمالا وجنوبا وهيسر وهيسر ويتكلم مع الناس ويبرر لنفس أصلا بكلم فلانا عشان أصلا بعمل هو عارف إنه في قلبه شيء وهو عارف إن الكلام بيخوض أو بياخد من حيستغفر يعني ليس شرع ولا يرضى الله سبحانه وتعالى فالخيانة مش خيانة كلمة ولا خيانة نظرة بس ولا خيانة الشات ولا خيانة الكلام هو ده الفكرة يا جماعة في الأول والآخر إحنا لازم ننتبه لها إن الأمر ده أمر جلال وده من السبع الموبقات لإن الخطوات بتاعته بتوصلني للسبع الموبقات الخطوات بتاعته بتوصلني استغفر الله لحد الزنف يعني أما تقع في حد إنتعرفين حد يعني إيه زي مرسل مربع كده أهوت وقول ده حلال جوا المربع حلال 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 خلي بالك أنت جاي على حفة المربع الخط ده أهوعتقر أهوعتقر هتقح ده الوحيد بقيت الأفعال أو النواهي لله عز وجل لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تسرق لا تجذب إلا الزنم لا تقرب ليه لإن ربنا هو اللي أعلم بنفسنا